بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة بتاعتنا بعنوان الميت جينتال سيستم هي تبقى على تو بورتس ودي اول محاضرة لينا البورت وين بنهاردة هنتكلم على ايه الوجيكتب ستاعتنا هنعمل لانها طبعا عبارة عن مكسيكلانت في حاجة مهمة جدا عملية تصنيع او تخليق هنتكلم على بتاعتها هنعمل الى سبرماتو جينيزس وانتكلم على الفرقات اللي بينهم الخلايا بخلايا ببريم بورتن سيلز وهنعمل الاناطميكلي المال جنيتال سيستم فورميد اوف تو جونتز دول او تو تستيكل ده المصنع اللي بيتكون فيه السبير وكمان ده اللي بينتكي المال سيكس كمان فيه مجموعة من ايه ايه اوكي دي اللي بتخرج بعد ما السبيرمي بيتكون في السئل تستيس يبتدي يخرج بقى في الاكسيكريتري داكتز دي عشان تريتش تودا ايه لليوريثرا وقت الاجيكيوليشن بيكون فيه الابديديميس وبعد كده الحبل الطويل ده اللي هو الفوس ديفرنس وبعد كده القناة اللي هنا دي اللي هي اليوريثرا في مجموعة من الجلاند اكسيسوري جلانس والاكسيسوري جلانس دي بتكون بتطلع سيكريشنز اللي هو السيمن الفلاود السيمن السئل المنوي اللي بيغازي السبيرم او بيبقى بي مهمة جدا للسبيرم اكتيفتي ودول عبارة عن والتو وخلق جلانس تانية صغيرة اسمها طيب تستس عبارة عن ايه تستس عبارة عن بسيطة كده عليها طبعا في هيكت موجودة في في الابدومن الكافتي بيحصلها بتنزل ببار الابدومن الكافتي تولوكيتد ان ذا ايه الكيس اللي هو الاسمه ايه السكروتا احنا عفيني ان التسس عبارة عن ماكسيجلاند بيكون فيها اندوكراين بارت وبيكون فيها ايكزوكراين بارت اكيد الاندوكراين بارت بتاعها هيطلع هرمونز واكيد هيطلعه نحية البلد هيكون حواليه بلد باسلز عشان يطلع في الايكزوكراين بارت اكيد هيطلع حاجات بتمشي في قنوات او بتمشي في ايه الحاجات دي اللي هي الاسبرماتوسائز عشان كده بنقول عليها ان هي ايه طب هيش اكلها عامل ازاي اولا هي عبارة عن تستيكلر لبيولز يعني متقسمة الى فصوص كبيرة كده تستيكلر لبيولز كل ايتش لبيولز سيبريتد فروم ايتش ااذر باي اكونيك تفتيشو سبتة بيكون في فواصل هنا كالجين فايبر عملة سبتة اوكي والسيمي اللبيول دي بتكون اكيوبايد باي شايف الانبيب اللي جوه قوي دي يعني متنية كزا تانية كده كتير على بعض دي اسمها العدد بتاعها بيكون من واحد لاربع طب احنا قلنا تلوقتي ان عدد تستيكلر لبيول بيكون 250 تستيكلر كمبورتمنت او بقولها لك ولو مقولش قلتها يبقى عدد تستيكلر لبيولز بيكون كام 250 لبيول اوكي 52 ايه لبيول ايه لبيول اكيوبايد باي 1 to 4 سيمي نيفرستبيول بيكون فيه من واحد لاربع طيب لو هو فيها واحد نضرب الواحد في 250 يبقى 250 سيمي نيفرستبيول طب لو هي فيها كل لبيول فيه اربعة سيمي نيفرستبيول اضرب الاربع في 250 تستيكلر لبيول ادي لك 1000 يبقى العدد الكلي بتاعي بيكون من 250 كل تستيكلر بيكون فيها من 250 اه الى 1000 سيمي نيفرستبيول nha testicle اكي ده بتاع السيمي نيفرستبيول اللي موجودة جوا التستيس يبقى فيهم ناجات منين العدد الكلي بتاع البراميد دي عددها بتبقى 250 حوالي 250 جوا كل تستيس اكي هي دي اللي بيتصنع فيها الغي هيا دي الفانكشنينج المين فانكشنج يونت اكي عاملة زي اللي كانت موجودة في الكيدني سيمي جامن سيمين يعني هي دي اللي بيتصنع فيها الايه هي دي اللي بيتصنع فيها الطبعاً حوالين الغي دي حواليها خلاص بيكون فيه おお ده بقى اللي هي اللي بيتطلع لأيه تستيس طيب سترومة مثل اي جلاندو بارينكما سترومة عبارة عن كابسول كابسول عبارة عن ثري لاير تونيكا فاجينالس تونيكا البوجينيا تونيكا باسكلوزا ويكون في كمان السبت الفواصل الموجودة لتفصل الكمبورتمنس عن بعضها البارينكما الفونكشنينج بارت حاكتين مهمين جدا السيمينيفرستبيول اللي هو الاكزوكراين بارت والانترستيشال سالزوف لادنج هو ده الاندوكراين ايه الاندوكراين بارت طيب نبتزي بقى بلسترومة بلسترومة عبارة عن زي ما قلنا كابسول وسبتة ادي الجلاند او هنا كده عبارة عن السيمينيفرستبيول موجودين جوه اهم وكل الحاجات اللي بارة دي هنا كل دي ده الكابسول بتاع التستس اوكي ده الكابسول كده ده كابسول بيغطي تستس كلها من بره تمام ايه نعم في كونكت بتيشوا حوالين السيمينيفرستبيول حواليها في كوفرينج من كونكت ده حاجة تانية لكن الكابسول اللي هو اللي بارة الخارجي ده اللي هو ثري لايرز لا ده بيغطي كل التستس من بره وقادي بره في عندي السكن اهي وبكالفاشيا بعد كده بقى فيك كابسول بتاع مين بتاع التستس طيب هما كام لايرز ثري لايرز طونيكا فاجينالس او اللير من الخارج انا هرتبهم من الخارج للداخل اوكي يبقى طونيكا فاجينالس خليك فاكر كويس نحنا بنتكلم من بره طونيكا فاجينالس ليه الفيسر اللير بتاعت البريتونيام لان وقت الامبريولجي او وقت الامبريونيك بيحصل ان لما بتيجي يحصل لما بتيجي يحصل اوكي طيب اه احنا عارفين ان البريتونيام ده سيروس ميمبراين بيتصنف نوع سيروس ميمبراين زي وزي البريكارديام زي وزي البلورة بتاعت اللونك بيكون تو ميمبراينز اهو برايتال برايتال البعيدة وذيسر القريبة وبيكونهم فيه بينهم فيه فلاويت الفلاويتس ده عشان important for a to allow a to allow a free mobility او free mobility تمام؟ دخلي التس يتحرك بسهولة تاني ليرا عندي التونيكة البوجينيا والتونيكة البوجينيا دي اه very thick layer معمولة من collagen fiber بتبقى طبقة dense connective tissue اوكي بيكون فيها collagen fiber وفايبر وكلاست ودي بتبقى thick وتحمي جدا التسس لان التسس موجودة برا الابدو من الكافتي ومفيش عليها مش محمية بحاجة غير الجلد فبالتالي ربنا كمان بيخلق لها layer كبيرة كده دخينة عبارة عن التونيكة البوجينيا البوجينيا اللي هي white دي عشان تعمل لها ايه تديها more protection التونيكة البوجينيا دي بقى خلاص بتبطي تدخن thick in posteriorly في التسس وتعملي حاجة اسمها ميديستاينمتسس هنتكلم عليها بعد كده بس خليك فكر اسمها ميديستاينمتسس بتطلع منين من التونيكة البوجينيا يطلع بقى من الميديستاينمتسس دي كمان بيطلع منها سبتة هي دي اللي بتقسم الجلند into a testicular lobule أو testicular compartments اخر طبع عندي التونيكة vasculosa من اسمها كده عبارة عن loose vascular connective tissue دي بتبقى lining للتونيكة البوجينيا تحت التونيكة البوجينيا وبيكون فيها blood vessels and capillary أوكي ودي اللي بتبقى محواطة السيمينيفرست بيولس هي دي اللي بتبقى محواطاهم من بره كده وبتبقى كمان تعمل lining للسبتة ودي طبقة مهمة جدا اسمها vascular لان فيها blood capillary وأكيد فيه blood capillary blood vessels ليه لان طبعا دي endocrine gland فالsecretion بتاعها يعني التسس دي بميكس الجلند فيها جزء endocrine فالإندocrine ده هيطلع secretion يوديه فين؟ هيطلع الهرمون ده يوديها فين؟ لازم يصبها في الايه؟ في البلات capillary اوكي؟ يدخلها يوصلها البلات capillary لها توقع البلات capillary دي هي دي اللي هتوصل الحاجة دي للايه؟ للمين circulation أو البريفرال circulation عشان كده lose vascular connective تيشو تبقى reach in a blood supply في هنا medical application مهمة what is the cryptorganism؟ ايه هو الكريبتورجادزم؟ ده عبارة عن ايه؟ نسمع اكيد عنها المفروض ان في وقته معين من الحمل بيحصل descending او descend للتست او side abdominal cavity into the scrotum صح؟ فلو ما حصلش كده failure للتستنت ده في الوقت المعين ده بالتالي التستس هتبقى maintained at the core body temperature هتفضل جوه اوكي؟ وبالتالي الbody temperature هتقصر عليها في عملية السبرماتوجينيسز هيحصل فيها ايه؟ هتبقى هتتأثر جدا تبقى affected اوكي؟ فالcore body temperature هتعمل impairment للسبرماتوجينيسز وتموت السبرم عشان كده مهم جدا بعد الولادة الدكتور لازم يعمل check على على يبتدي يعمله check ويشوف هال التستيكلز بتاعته موجودة في السكروتن يحسها ويشوفها هال هي موجودة في السكروتن ولا مش موجودة لان دي بتبقى مشكلة كبيرة لو هي if untreated remain untreated وما اكتشفتش الموضوع ده فطبعا ده بتبقى بيأثر جدا على مين؟ بيأثر على تكوين السبرم اي نعم ممكن الولاد ده يكبر ويبقى secondary male characters بين عليه لان سيرتوري cells او اللي هي اليدكسلز بالذات اليدكسلز بالذات ما بتتقصرش بايه؟ ما بتتقصرش بال الحرارة العالية دي ما بتتقصرش بالكور فبيفضل عادي هي بتطلع علي اليدكسلز دي بتطلع التستيرون فبالتالي عادي secondary male characters بتبقى بينه لكن في نفس الوقت السبرم هي اللي بتتقصر وبيحصل بيبقى فيه olog spermia وأزو سبرميا كمان ما بيبقاش فيه سبرم أصلا لأن نتيجة لل فدي حاجة مهمة جدا ان الدكتور بعد الولادة يتشاك اللي ايه؟ يتشاك التستيكلز أوكي؟ طبعا caps دي hidden وأوركس دي ايه؟ تستيس عشان خطر لو عايزين تعرفوا الترمز يعني أو الترمنالج السمينيفرس بيولز بقى دي هيا نتكلم بقى على ايه؟ احنا خلصنا كده الستروم هنتكلم على البارينكما الجزء ده سمينيفرس بيولز هي عبارة عن بناخد ايه؟ 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 بيكون فيه كده كل قنبوبة لما اخد فيها تي اس تتبني ان هي شكل دائري كده طبعا اللي بتبقى هايلي كونفليوتد اوكي؟ وبيكون بتبقون مقاسها واسع شوية من مية وخمسين إلى مية وخمسين ميكرو ميتر واللانس بتاعها بيكون من تلاتين إلى سبعين بتبقى هايلي كونفليوتد عشان تاخد تقدر تاخد المساحة بتاعتها جوة التستيكلر لبيول لو احنا كنا بصينا هنا كده هنلاقي ان آآ كل آآ كل آآ سيمينيفرس بيول بيكون ليها ايه؟ بيكون ليها اهو الممبرين ده بيزمنت ممبرين حواليها كده وبيكون هنا فيه كونكتف تيشو الكونكتف تيشو ده بيكون فيه فايبرو بلاست اكيد في بلاد فاسلز في بلاد كابيلاريز نيرف اوكي؟ وكمان في حاجة مهمة جدا طب ايه كمان؟ فيه خلايا كمان مهمة او اسمها مايويت سلز دي خلايا اكت ازا ماصل بتعمل ويك كونتراكشن والويك كونتراكشن ده بيعمل بيعمل بوشنج ده سيمينيفرس بيول بيخلي السبيرم يطلع بره يطلع بره السيمينيفرس بيول لان السبيرم لما بيتكون خلاص هو هتكون جوه وبقى فريلي في اليوم هنا بس لسه ستيل ويك واموتايل ما بعرفش يتحرك وضعيف فمين يزقه كده ويعمل ويك كونتراكشن من الخارج فيروح ضاغط على السيمينيفرس بيول تروح دفعه البرا مين بيعمل كده؟ المايويت سلز اللي موجودة هنا في الكورناكتف دي شو اللي موجود ده السيمينيفرس بيول لو بصينا عليها من جوه هنلاقي فيها حاجة مهمة قوي فيها خلايا كده مترتبة فوق بعض استراتيفايد لاير كده فوق بعضيها دي مين؟ دي سبرماتوجينيك إبسيليم هي دي المراحل المختلفة لتكوين السبرم ميني يجيب على الجر وعبارة عن عبارة عن حكتين أوكي supporting cells او sertory cells والحاجة الثانية Alg что danك ابيسيليم سبورتي جيد سابورتينج سيلز بنسمعها كده دي بيقول عليها في تكستبوك نورسينج صلز نورسينج صلز اللي بتاخد بالها وبتعمل support للخلاية دي اللي هي proliferative cells أو ذا إيه سبرماتوجينيك طيب كلمة كده على هي بتبقى large non-dividing ما بتنقصمش supporting الناحية التانية السبرماتوجينيك إبسيلان بيكونوا أربعة أو مور concentric layer أسميهم إيه مترتبين إزاي من ناحية البزمن بمبرين سبرماتوجونيا primary spermatocyte secondary spermatocyte spermatide and spermatocyte الفنكشن طبعا هنا دي عبارة عن أننا في الآخر بيكون في إيه mature sperm بيطلع لك الفنكشن بتاعت دي بتبقى supporting خلي بالك اللغاية الـ puberty main cell type of the testis بتبقى عبارة عن very important cell دي اللي لغاية وقت البلوغ ده اللي بيكون إيه ده اللي بيكون دي الأساسية بيكون في شوية سبرماتوجونيا بس دي مين دي الأساسية للسيرتويسات زي هي دي الأساسية لغاية ما بيحصل وقت البلوغ بعد كده العدد بتاحها بيقل السبرم بياخد حوالي يعني حوالي إيه سبعين يوم لو جينا بصينا هنا كده الجرمنا الإبسيليم ده سيمينفرس بيول خلاص ألاقي هنا الخلية دي كده سيمينفرس بيول ده تي أس ترانسفير سكشن في التاستس فبالتالي سيمينفرس بيول بتبقى around the structures كده بتاخدوه طبعا في العمل أوكي فانا لو بصيت كده هنا هلاقي فيه نيوكلس كتيرة فيه نيوكلس غمقة وفي النص هلاقي فيه كده بينهم نيوكلس فتحة اللي ليها نيوكلس فتحة دي هي دي السيرتوري سيلس اللي هي دي لكن كل الخلال في الجنب دي اللي في اللاترال بوردلس وليها around the nuclei ودانس الستينيج نيوكلس كده دي مين دي هي الاسبرماتوجينيك إبسيليم يبقى داخل التاستس في نوعين ميل جيرمينا الإبسيليم وما قولك ايه هو جيرمينا الإبسيليم بتاع التاستس هتقولي نوعين يا دكتور مش نوع واحد النوع اللي هو سبرماتوجينيك إبسيليم اللي في الآخر يعني دي مراحل تصنيع السبيرم في الآخر يتكون السبيرم منها وفي خلايا تانية بتاخد بالها من السبرماتوجينيك إبسيليم دي وبتعمل لها سببورت خلايا كده في النص بقول عليها إيه سيرتوي سيلس كلمة يعني سببورتينج سيلس عشان لو قاريتها في أي كتاب طيب what is the difference between سبرماتوجينيس and سبرميوجينيس إيه الفرق منهم سبرماتوجينيس دي عبارة عن mean differentiation of progenitor اللي هي السبرماتوجوني الماظر السمسل أو السمسل يعني بتتحول لخلايا اسمها إيه سبرماتيت طيب بعد السبرماتيت في مرحلة إن السبرماتيت دا بيتحول إلى الماتور سبر هي دي السبرميوجينيس بقى يبقى السبرميوجينيس دي دي آخر مرحلة أوكي بمعنى إيه بمعنى إن بيحصل differentiation لمين للسبرماتيت هنا وقفنا عند السبرماتيت عند السبرماتوجينيس وقفنا عن السبرماتيت لكن هنا لأ لما نكمل بقى السبرماتيت يتحول إلى السبرماتوزو ويتغير في الشكل يبقى كده دي دي حاجة اسمها سبرميوجينيس يعني دي مرحلة واحدة لكن هنا في كذا مرحلة خلاص دي differentiation بتاع السبرماتوجونيا إلى السبرماتيت بالدفجن بالسل دفجن لكن هنا اتحولت من السبرماتيت لسبرماتوزو عن طريق حصل تغيير في المورفولش طيب نيجي حاجة اسمها تانية سبرماتوجينيس اند سبرماتوجينيك لينيجز إيه السبرماتوجينيس بقى هنلخصها كده بسرعة اول حدا عندي سبرماتوجونيا السبرماتوجونيا دي في منها دورك طايب اي في منها نوعين دي الستمسل وفي منها تاني نوع اسمه بالطايب اي البيل طايب اي ده اوكي هيبتدي يدخل في مرحلة يدخل في ميتوزس ويديني خلايا اسمها طايب بي سبرماتوجونيا طايب بي اوكي وبعدين الطايب بي دي تنقسم وتديني primary spermatocyte primary spermatocyte هتنقسم وتديني secondary spermatocyte secondary spermatocyte هتنقسم تاني وتديني spermatocyte احنا كده هنا اي هل ده spermatogenesis ولا spermiu لا كده spermatogenesis طالما ما وقفت عند spermatocyte يبقى spermatogenesis طيب من المراحل في الاولى الخلالي في الاولى اللي عملها تنقسم وتديني كل واحدة تديني التانية dark type اي دي جماعة دي reserve stem cell زي ما نشوف كمان شوية هي دي stock هي دي اللي بتعمل المخزون بتاع التستس فدايما دي محافظة على النوع بتاعها تنقسم وتديني شوية dark type اي زيها بالضبط نفس النوع اوكي وبعدين تدين شوية تانين pale type اي ال pale type اي هي دي اللي هتكمل السايكل وهي دي اللي هتتجلي في الاخر السبرماتيد او السبرم يعني خلاص دي اللي هتكمل السايكل عن طريق بقى اي cell division mitosis ولا ميوزس هنا pale type اي لل type b mitosis من type b spermatogenia هتكمل وتنقسم تاني وتديني عن طريق الميوزس برضو primary spermatocyde من اول كلمة primary زي بالضبط الاوصيد زي الفيميل من اول كلمة primary اوصيد انا كده دخلت مين meiosis one هنا بقى خلاص بقى في cell division مختلف دخلت في meiosis one طلعت لي اثنين secondary spermatocyde secondary spermatocyde اسمها secondary بديل لها تكمل وتدخل في وفي الاخر ينتج لي ايه اربع spermatocyde طيب مكملين مع بعض موضوع السبرماتوجينيك ابسيليام سبرماتوجونيا هنتكلم بقى بالتفصيل شوية لو خدنا ادي كده سيمينيفرس بيول تمام وقي اللي هنا دولت اللي هنا دي السلزل الصغيرة دي اللي هي وقفة على دي اسمها سبرماتوجونيا تمام وبتبقى اللي جنبها دي اولاد ليا فيها لاترال بوردر مش واضحة كده دي سيرتوي سيلز فدي بتبقى مع مين الخلاية دي هنا كده بتبقى قريبة قوي ومسكة في الايه في السيرتوي سيلز بتبقى عبارة عن وفيها 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 ووقفة اهم حاجة ان يبدو وقفة على البيزمين طيب كل خلية مش احنا قلنا دي فيها ايه دي سوماتيك سيلز هتكون فيها ستة واربعين دي كرومزوم دي عدد كرومزومات بتاعتها او الكروماتيد بتاعتها متضعفة خلاص بيكون في دبل دي انا فبقول هنا بيكون فيها عادي ستة واربعين دي ايه دي كرومزوم دي كرومزوم يعني كرومزوم كامل في اه كونكتينج توجيذر فروم دا ميدل باي سينترومير فتلتين فتلة فيها دي انا وفتلة تانية فيها دي انا فبيكون فيها كم دي انا ستة واربعين وكم كرومزوم سوري ستة واربعين دي كرومزوم اما عبارة زي ما احنا قلنا كده tstep sparmatogonia وطو طيب دا هيكون في حاكتين dork type a dork type a ودي هيكون here هيسمها دارك هيكون فيها دارك نيوكلياي. دي اول واحدة هتعمل ميتوزيس. اوكي? بس هتديني من نوعها هيبقوا تحافظ على نفسها وبتحافظ عن نوع بتاعها. فهتديني شوية يبقوا برضو. اوكي? فهتديني شوية شبهها لوما تجيف ايه? تمام? جداد. ده ده المصنع. ده 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 المخزون. فلازم يكتر تكتر نفسها الاول. وشوية تانين هيبقوا ايه? هيبقوا بال تايب ايه? البيل تايب ايه من اسمها? فيها بال نيوكلياي. تمام? طيب. دي بقى هتنقسم عن طريق الميتوزيس وتديني تايب بي. التيب بي سبرماتوجونيا اكبر. خلاص وفيها لارجر نيوكلياي. ودي برضو استيل احنا لسه في ميتوزيس. هتديني هتدخل في ميتوزيس وتديني اتنين سبرماتوسايد. طب ندخل على سبرماتوسايد. برايمري سبرماتوسايد. اوكي. دول بيكونوا ايه? بيبقوا حوالي. بيتبقوا طباطين او تلاتة. تو او ثري لايرز. تمام? لو بصينا هي انا كده احنا رسمانها واحدة اه بس هما في الحقيقة بيبقوا ايه? تو او ثري لايرز. دي اكبر واحدة فيهم. اكبر واحدة في الاسبرماتوجينيك ابيسيليم او اسبرماتوجينيك لينيجز. دي هي اكبر واحدة فيهم. يبقى دي الارجيس سيلز ان دا سبرماتوجينيك سيلز. راوندد وفيها راوندد نيوكلياي. فيها اي كروماتوك نيوكلياي نيوكليز تاعتب تبقى فتحة شوية. خلاص? لانها فيري اكتف سيل. كمان هي كمان طلعة من مايتوزز بتاع السبرماتوجون يا طيب بيه. فبالتالي مايتوزز عادي. فبالتالي دي فيها كام? ستة واربعين دي كروموزوم. طبع تقول يا دكتور ما كان الناتج دايما بيطلع من مايتوزز ستة واربعين اس. ايوة ما هي ضعفة ال đi بتاعها في الانترفيز خلاص? قبل ما تدخل في في ميتوزز او قبل ما تدخل دي بقى سبرمرديوا سايد يا تدخل في مييوزيز. اوكي? فقبل ما تدخل في في هيكت لسة في ميتوزز فتليسة طالعة من ميتوزز اوكي? فهي في حالة الانترفيز. فبالتالي عندها عنده اس فرصة في ال اس ستتاج ضعف الDN بتاعها بدلا ما يبقى ستة واربعين اس يبقى ستة واربعين دي. يعني هتدخل المايوزس وان بكم بستة واربعين دي كروموزوم. يبقى دي زي دي بالزبط زي السبرماتو جنية فيها ايه? ستة واربعين دي كروموزوم. بقى. وقت البلوغ تبتدي الستة تدخل وبتفضل في الفارس بتفضل كام في زي الاو سايت لو فاكرين بس بتفضل فترة طويلة قوي من الشهر التالت اوكي لغاية ممكن ست تحمل ايه في سنة خمسة وربعين سنة لا هنا المدة بسيطة قوي موضوع اسهل هنا بيقعد بس بتقعد في الفترة دي في بتقعد وبعدين تنتج بقى ايه الساكندري سبرماتوسايد ساكندري سبرماتوسايد بتبقى اصغر اللي هما دولت اوكي بتبقى ايه الساهم مشاور عليهم اهم بيبقى اصغر شوية اه سمولر النمبر وكمان بيكون فيهم بقى كام عدد كروموزوم بيكون فيه تلاتة وعشرين سبرماتوسايد دخلت فرس مايوزك ديفيجن اديتني اتنين ساكندري سبرماتوسايد اوكي اه الساكندري سبرماتوسايد ادي كل واحدة فيها نص بقى الكمية اللي هي تلاتة وعشرين ايه دي كروموزوم لان كان في الميوزس وان ومايوزس تو الكروموزومز بتبقى مترتبة في المرحلة الميتافيز بتبقى مترتبة ازواج باي فالنت ايه اه جنب بعض كده خلاص ابيجن جنب بعض تمام ده في الميوزس وان ومايوزس تو فبالتالي الناتج بتاع الساكندري سبرماتوسايد هيكون كام مش تلاتة وعشرين اس لا لسه كروموزوم كامل بس عددهم كان بقى عددهم تلاتة وعشرين ايه دي كروموزوم بنقول ان الساكاندري سبرماتوسايد شورت ليفتي السلز يعني عمرها قصير بتدخل الساكندري سبرماتوسايد ديفيجن دايريكت لييه على طول ما تخدش وقت فما بنشوفهاش في السكشن قوي ما بتبانش في السكشن قوي اللي بتبان دايما الجهي والاسبرماتوجون. تدخل بقى الساكن دمائدوك ديفيجن وتديني ايه? تو? السبرماتيد. السبرماتيد بيبقى اهو. بيبقى فوق بقى خالص. ناحية كل ده نعملها من تحت الفوق. من تحت الفوق. اجي بقى ناحية كده هنا اليومن. ده التجويف بتاع السيمينيفرس بيقول. سمول راوندد سالس. اوكي? وكل خلية بيكون فيها تلاتة وعشرين بقى ايه? ده السبرماتيد ده النهائي. تمام? ده الناتج بتاع الساكن دمائدوك ديفيجن هيكون لازم الناتج يكون تلاتة وعشرين اس كروموزوم. لان السبرماتيد هيقابل الماتيور اوفم. اللي بيكون فيها ايه كمان تلاتة وعشرين اس. ويعمله مع بعض الزيجود اللي بيكون فيه ستة واربعين اس اللي هيضاعف نفسه في الانترفيز. وهيبقى ستة واربعين ايه دي كروموزوم. طب فيه نقطة هنا مهمة جدا عايزة اقولها. they don't divide. they cannot divide. الاسبرماتيد cannot divide. خلاص. انا هنا السيل ديفيجن وقف عند المرحلة دي بس. لكنه بيتحول عن طريق الميتامورفوزس بيتغير في الشكل. ما نشوف تلوقتي ازاي. ويتحول الى ماتيور سبرماتيزوة او ماتيور سبرم اللي هو بقى بيكون في ايه? الهد والتيل. سبرماتيزوة نشرح الستراكترز بتاعها حيلا كمان سلايد اللي جاء او اللي بعدها تقريبا. طيب. نلخص اللي فات ده كله. ايدي كده المامactive. اهو ده كده المامبرين اوكي. و لو بصينا كده هنا. ده كده عندي المامبرين. تمام بتاع السيمينفرو سبيول? الخلايا اللي قعد عليه سبرماتو جونيا هتبتدي تعمل ميتوزس وتديني بيل طايب A وبيل طايب A وطايب B طايب B بقى او بيل طايب A هي دي اللي هتكمل بيل طايب A هتكمل السايكل وتديني بعد ديها على طول تايف B سبرماتو جونيا عن طريق الميتوزس بقى يديني من البرايباري اللي فيها كان كرومزوم 46 كرومزوم دي هتدخل اسمها برايمري يبقى first اوكي تدخل first myiotic division وتديني خليتين كل واحدة فيها كان 23 d cromosome 23 d cromosome كل واحدة من دولت هتدخل second myiotic division second myiotic division وتديني ايه خليتين دي تديني خليتين و دي تديني خليتين كل واحدة فيها ايه spermatid اوكي كل واحدة فيها 23 s cromosome بعد كده هنا بيقف عند هنا. طب ايه اللي بيحصل يا دكتور ده? بيغير شكله. ويديني من بقى اللي هي الايه? السبيرم او السبيرماتوزوة. اللي فيها كامي دكتور كروموزوم 23S كروموزوم. يبقى هنا كان 23D سوري السبيرماتيت 23S. اتغير بالشكل التاني ايه? وفيه برضو 23S. طب المرحلة اللي قبلها كان فيها 23D. طب المرحلة اللي قبلها كان فيها 46D كروموزوم. كل المراحل اللي احنا شايفينها كده من السبيرماتو جنيا لغاية المرحلة دي اسمها ايه? طيب من بقى من السبيرماتيت التغير في الشكل مفيش هنا سل ديفيجن نهائي. لان خلاص هنا في 23S هتقسم ايه تاني? اوكي? اه دي المرحلة دي اسمها ايه? سبيرميو جنيسيس. سبيرميو بقى هنا سبيرماتو جنيسيس. لكن من هنا لهنا سبيرميو ايه? سبيرميو جنيسيس. طب كل يعني كل العملية اسمها ايه? سبيرماتو سايتو جنيسيس. لو جينا بصينا هنا كده. ده انيميشن. او زي فيديو صغير كده. بيبين موضوع السبيرماتو جنيسيس. عن طريق الميو تك ديفيجن سبيرماتو جنيا. هتديني تنقسم كل واحدة فيها. منهم مرحلة اسمها برايمري سبيرماتو سايد. برايمري سبيرماتو فيها ستة واربعين دي كراموزوم. دي هتدخل الفيرستيمايو تك ديفيجن. وتديني ساكندري سبيرماتو سايد. كل واحدة فيها ايه? تاتة وعشرين دي كراموزوم. وبعدين تدخل وتديني سبيرماتيت. كل واحدة فيها تاتة وعشرين دي اس كراموزوم. سوري. وبعد كده يحصل ترانسفورميشن وتديني الماتيور سبيرم. اللي هو بيريليز دي بقى في اليومن. بيجي بقى في اليومن هنا يطلع في اليومن. كل واحدة فيها تلاتة وعشرين ايه اس. كل سبيرمي يكون في تاتة وعشرين اس ايه كراموزوم. طيب سبيرميوجينيس بقى. معناها ايه? زي ما احنا قولنا ترانسفورميشن وده سبيرماتيت انتو سبيرماتوزوة وزاوت اني سيل ديفيجن. بتعدي باربع مراحل. قولجي فيز. كاب فيز. اكروزوم الفيز. ماتيوريشن فيز. قولجي فيز المرحلة اللي بيكون انجولجي كومبلكس ليه دور مهم جدا. كاب فيز لان بيبقى فيه حاجة على نيوكلس شبه الكاب. ايه اكروزوم الفيز. اوكي? لان بيكون في حاجة اسمها اكروزوم الرياكشن. ماتيوريشن فيز. اللي بقى ستيج. اللي بيكون فولي فورميد اسبرم. طيب اول حاجة الجولجي فيز. السيتو بلازم وده نيولي فورمت سبيرماتيت. انا وقفت عند سبيرماتيت والسبرماتيت هيتغير الا سبيرم فلازم اتكلم على من اول كلمة سبيرماتيت. السيتو بلازم اتاكن في ايه? في نيوكلس سفريكال انشيب. يعني مدور. في برامين انت جولجي ابريتس. يعني جولجي ابريتس ويقدر آآ يقوم بفونكشن مهمة وواضح يعني واضح جوه قوي لسيتو بلازم. والدي فولمت ولارجي انسايز. يكون فيه واتنين حاجة مهمة جدا. اتنين سنتريولز. طيب. هيبتدي يطلع منه السمول جرانيولز. السمول جرانيولز دي اسمها اكروزومل جرانيولز. اسمها ايه? اكروزومل اكروزومل يعني او حاجة الطرف يعني. فبتبتدي الجرانيولز دي خلاص. الجرانيولز اللي طلعت. الجرانيولز دي اكيد فيها سيكريشن اكيد فيها مادة. مانجولجي كان بيعمل ايه? موديفيكيشن في ايه سيكريشن. فالسيكريشن اللي طلعت منه طلعت في صورة الجرانيول صغيرة. سميناها اكروزومل جرانيول. بعد شوية الجرانيولز دي تجمعت كواليسس توجيذر. وتجمعت وعملت لي آآ فيزيكل كبيرة. اسمها اكروزومل فيزيكل. في نفس الوقت. التو سنتريول. انا عندي فيه اتنين سنتريول. والسنتريول دايما بيبقى قريب من نيوكلس. واحد منهم اوكي? اه او يعني هي هيبعدوا عن نيوكلس شوية ويروحوا للكودينج بارت بتاعه. يروحوا ايه? اه بعيد عنها كده للأبزيت بول. خلاص? واحد منهم تمام? اه دستل اند اكسين تو جيف رايسو زفلاجنلم يعني هيكونوا هيكونوا لي من السنتريول دي واحد منهم هيطول او يعمل لي الفلاجنلم او الاكزونيم بتاع الفلاجنلم. اللي هو كان فاكرين الفلاجنلم والسيليا الجزء بتاع بتاعアه الموديفكيشن بتاع السيل مامورين. فالفلاجنلم ده اللي هو كان بيبقى موجود في السبيرم التركيب بتوعه بيبقى زي الاكزونيم بتاع السيليا بالضغط. فبييجي منن الفلاجنلم? بيجي من بيطلع من السنتريول. لو بصينا كده اوكي? هلاقي فيه هنا دي المرحلة اهيه ده سبرماتيد هنا في سيتو بلازم وفيه جوة وديا دي نيوكلس وبيكون فيه واتنق بيرس انتريول ومايتو كوندريا يبتدي يجو عند يقفوا هنا الناحية دي كده وبعدين ويكونوا لي ايه واحد منهم كده يطول ويكون لي يبتدي يعمل لي خلاص وتعمل لي من المنظر ده تعمل لي ايه طيب المراحل اللي بعد كده وممكن نرجع تاني للصورة دي. الكاب فيز بقى ليه المرحلة التانية يحصل لها تبتدي تتمدد ويحصل لها وتغطي نص النواة وتعمل لي حاجة اسمها دي عشان كده بسميها يبقى تبتدي تمتد اكتر وتعرض اكتر وتغطي نص النواة كأن النواة لابسة تربوش كده عليها اسمها الكرومتين الكرومتين وده نيوكلس بيكون كندنست كرومتين يبتدي ايه يغمأ اكتر النيوكلس خلاص انا مش محتاجها تصنع حاجة هي صنعة السيكريشن اللي طلعته في صورة الاكروزوم الفيزيكالز او الاكروزوم الجرانيول طيب ما هو الاكروزوم هو عبارة عن ايه ايه الاكروزوم الفيزيكل وبقى اكروزوم الكاب يعني دكتور فيها ايه يعني كان فيزيكالز فيها ايه 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 اللي هوها. دي عبارة عن اكتشفوا ان هي بالاي ام هي عبارة عن خلاص. خلاص. خلاص فيها هيدروليتا ما هي هيدروليتا ما هي ليزوزوم يبقى فيها ايه؟ هيدروليتك انزايم. الهيلورنديس زي مسلا فور ايكزامل هيلورنديس وفيها حاجة تانية اسمها او الاكروزين. اوكي من اسمها اكروزوم الكاب ففيها هيدروليتك انزايم اسمه ايه؟ اكروزين. الانزايم زي مهمة جدا لان لما السبيرم يبتدي يعمل انكاونتر ويقرب من الاووصايت. اوكي? هيبتدي يحصل ايه? هو هيعمل ايه بقى بالاكروزوم الكاب زي? تبتدي الاكروزوم الكاب او الفازيكال زي تقرب من السيل ممبرين بتاع السبيرم وتبتدي تريليز الهايدروليتك انزايم ناحية السيكن ري اووصايد. فالهايدروليتك انزايم هتعمل ايه بقى? هتعمل للسيلز بتاعت مين? تبتدي تحلل الكرونا رادياتا سيلز وتعمل دايجيشن للزونا بيوليسي ده الممبرينز اللي حوالين السيكن ري اوصايد لو فاكرينها تبتدي تعمل للسيل زي والذي بتاعت زونا بيوليسي ده. وده اسمه اكروزوم الرياكشن وده هو اول خطوة في عملية الفيرتليزيشن. يبتدي بقى الهيد اوكي? دليفر دي ان ايه اللي موجود في النيوكلس جوه جوه في السيكندري اووصايد. تمام? عفكرة وقت الفيرتليزيشن بيكون اه انا قريت معلوم يعني ان الهيد بيحصل لها ايه? اه بتنفصل بتنفصل عن عن الجسم بتاع السبيرم. تمام? طيب اخر حاجة عندي الاكروزوم الفيز او المرحلة الاخيرة اكروزوم الفيز. آآ تبتدي تبقى تغمقها اكتر انا مش محتاجها خلاص يعني مش مش هي مش تبقى لونها فاتح لان آآ انا مش محتاجها تصنع خلاص مش هيصنع حاجة تانية. فبلاقي هنا ان تبقى 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 اغمق. تمام? وبعدين تبقى مور فلات لانها هتبتدي تكون الهيد بتاع السبيرم والهيد بيكون فلات. فهتبتدي النيوكلس تبقى فلاتنت. to form the a the head of sperm. الفلاجيلة اللي هي كتطلع بالسندريول تبتدي تبقى الونيجيتس كده وتعمل لي التيل اوف the a sperm. كمان الميتو كوندرا يحصل لها باكيج تتجمع قوي حوالين البروكسمن ريجن اهو زي الحتة دي كده. اوكي? تبتدي النيوكلس هنا تبقى اه كندنسد وتتجمع واجريجيتس. تتجمع كده وتعمل لي اه باكتو كدر. خلاص? الحتة دي اسمها براكزمال ريجن اوف دا تيل. تمام? تحت الهيد او تحت الناك كده. خلاص? فلمايتو كوندرا يتبتدي تتجمع وتعمل لي ليرس تحت بعض. وهتعمل لي حاجة اسمها الميدل بيس اوف دا سبيرم. ميدل بيس اوف دا سبيرم او الميدل بيس اوف دا اي اوف دا تالي. اوكي? طبعا من هنا المكان اللي بيبقى متجمع فيه الميتو كوندرا كده. ده المكان اللي بيطلع بيتطلع اي تي بي عشان اي تي بي دي مهمة جدا للفلاجيرل اه موفمينت. يعني دي اللي بتحرك السويبينج موفمينت هو بتحرك كده بحركة سويبينج موفمينت. دي اللي بتخلي السبيرم يتحرك ميتو كوندرا والاتي بي. هي دي اللي بتعمل الايه? بتسبب حركة الفلاجير. آآ لسه ستيل ديفولوبينج سبيرم ستيل اتشتو دا اي بيكس اوف دا سيرتوري سيلز. يعني السبيرم عمال يتكون بس لسه ماسك فين في السيرتوري سيلز وهنبص عليه انا باوضح في صورة تالية. اخر حاجة عندي الماتيوريشن فيز. اوكي? الماتيوريشن فيز بقى خلاص الماتيوري سبيرم يتكون وبقى ليه بتاعته والهيد باقت واضحة. ادي هنا فيه هيد اهي. وعندي اللي بيكون فيها وبعدين التيل. التيل بيكون طويل جدا. في جزء منه بيبقى اسمه وفي جزء منه بيبقى اسمه تمام? والجزء الصغير دي دي اللي كان فيها اللي واحد منهم ايه طول كده وعمل لي الفلاجير اكسونيم دا. فده بيطلع طبعا منهن بالسنتوريول. طيب. آآ بيكون بقى والسبيرم بيتكون بيكون فيه اننيديد سايتوبلازم اشد از ارزيديو البادي فروم دا اتش سبيرمتزول. خلاص? بيحصل لها فاو سايتوزة باي دا ايه آآ ستريسلز. لو بصينا كده هنا اهو. ادي هنا وقت التكوين بتاعه ادي فيه ال آآ آآ اننيديد سايتوبلازم بيبقى فيه بوائي. الريزيديو والسايتوبلازم بيبتدي يطلع كده وينفاصل. خلاص? زي ما يكون سبيرم بي ايه بيتكون يعني بيبقى الحاجات بقى زيادة اللي مش محتاجها بيقى السايتوبلازم بيطلع وبيطلع بشوية ارجانالز لان خلاص احنا مش محتاجين الارجانالز دي في الداخل هو بقى بقى فيه هيد وفيه نيوكلس وبقى فيه هنا ميتوكوندريا فمش محتاجين اي ارجانالز زيادة. تمام? فبيطلع بقى السايتوبلازم دا. بيحصل له شايدنج ويحصل له فاجو سايتوز باي ايه باي دا ماكروفيتش. النيولي فورمت بقى سبيرمت هو يبتدي بقى ديس كون طالما هو وانس ان هو اتكون هو الفاط المراحل اللي هو كان عمل لسه بيتكون فيها دي السبيرمتين عمل آآ يتغير في الشكل المراحل دي قبل ما يبقى قبل هو ستيل ماسك فين في السيرتويسلز في بتاعتها. لسه ماسك فيها. وقي? فلما يبتدي خلاص يبقى آآ يبتدي يسيب من السيرتويسلز عشان احنا قلنا عشان كده احنا بنقول السيرتويسلز دي نورسينج سيلز للسبرماتوجينيك ابسيليم. بتاخد بالها من السبرماتوجينيك ابسيليم حدا السبيرم لغاية ما يبقى انتلن هو يبقى آآ فولي فورمت سبيرم يبقى ماسك فيها في بتاعتها. اول ما يبقى خلاص يتكون يبتدي بقى وخلاص بقى آآ فورمت سبيرم والفورمت سبيرم يبتدي لايف ري اند اليومن وريليس ديس كونكتنج فروم سيرتويسل سورفز او الايبكس بتاعتها ويبتدي يبقى لاي فريلي ان دا اليومن او دا سيمينفرستبيول بس خلي بالك ان السبيرم لسه وهو جوه السيمينفرستبيول في اليوم متاعتها بيبقى السبيرم لسه مالها ارستيل ايمو طايم لسه ما بيقدروش ما لهمش القدرة على الحركة والقوة ما عندوش القوة والحركة السريعة لسه ان مان فونكشنل لسه ما بيكونش عندو قدرة على الايه الفيرتليزيشن لو بصينا كده اهي ادي السيرتويسلز اهي خلاص اللي بتبقى ليها تجويف كده من الايبكس وليها تجويف جانبية بالمنظر ده قلي ان السبيرم الايبكس اهي ماسكة فيها اهي الهيد ماسكة في الفولدنينج اللي موجودة على السيرتويسلز فالاول ما يحصل له بقى السبيرم يتكون يروح سايب من الفولد دي سايب كده فيها ويبتدي ايه يبتدي يبقى موجود فريلي في اليومن لكن طول ما هو لسه عمال يحصل له متا مرفوزة ويتغير في الشكل ويتكون وكده بيبقى لسه استلماله كونكتنج بالايبكس بتاعة السيرتويسلز تمام؟ اول ما يتكون يحصل له ايه ويبقى في اليومن طيب نيجل حاجة تانية مهمة اسمها سيرتويسل دي مهمة جدا هي طبعا نيمد فور انريكو سيرتولي راجل عالم ساينزت اسمه انريكو سيرتولي هو ده اللي اكتشف الفاسيولوجيكال سيجنافكنس باعتها واكتشف ان هي فاري فاري امبورتنط للفونكشن بتاعة التس عشان كده هي اللي بتبقى واخدة الابور هاند في الوجود بتاعها في التسس قبل البيوبرتي اوكي؟ هي اللي بتبقى اخدة الابور هاند بيبقى عددها اكتر وبتبقى واخدة مساحة من السيمينفرس توبيو طيب بايدا لايت مايكروسكوب هي عاملة زي طول كولامينار شابت اوكي؟ طول كولامينار شابت وفيها اوفل بايزل نيوكلس والنيوكلس هاته بتبقى بالين كولور بقالونا فاتح السيرتويسلز وقفة على بتبقى وقفة على ايه يا كمان وقفة على ايه؟ وقفة على بايزمنت ميمبرين بتبقى وقفة على بايزمنت ميمبرين الايبكس بتاعتها اوه بتبقى دايريكتة ناحية اليومن لانها طول فبتبقى ناحية ايه؟ ناحية اليومن يعني لو بصينا كده اوكي؟ هلاقي فيه ايه؟ فيه حاجات فيه تجاويف فيها وكمان من الجنب هنا كده بتاعتها بتبقى مش اه لا دا بتبقى فيها ايه كمان فبالتالي بتكون زي ما شايفين اهو الايبيكس بتاعت او الاسبور من بيكون داخل في الائه فلما اقولك في المتحان هي الايبكال اي فولدنين موجودة في السيرتوية سالس لاست radish يعني سبيسي فكلي ايه الهيد يبقى فيها الهيد اف دائه دائه او دائله الهيد بتعمل support لتلاتين لخمسين germ cells. add different stages of the development. يعني ايه الكلام ده? يعني زي ما احنا هنا كده شايفين? آآ آآ شايف الخلايا اللي هي هنا مسلا دي سبرماتو جونيا. وبعد كده بيكون في ايه? primary spermatocyte. وساكن ريو هكزا. ال differentiation دي وهي طالع لفوق والخلايا عمالة تنقسم وتطلع تطلع لفوق لغاية ما تبقى mature sperm وبعكات release في اليومن. عمالة تستند على مين? تستند على التجاويف اللي موجودة في اللاترال بوردر. عمالة تستند عليها. اوكي? وتطلع فيها عشان كده بنقول ان هي ايه? بتعمل support لحوالي من تلاتين لخمسين germ cells. add different stage of the development. تمام? بتعملهم support كأن واحد بيطلع آآ كأن واحد بين حطين وعمال يطلع على الحيطان ويمسك في الطوب. يطلع بقديه ورجليه ويمسك في الطوب كده ويتسند عليها. صح? ويتسند عالجدار والطوب ده. نفس الحكاية هما كانوا بيتسندوا عليها. في بتعمل لهم ايه? support قوي جدا وهما بيحصل لهم differentials. طيب بايدة EM هي كل حاجة عندها كتير. يعني smooth endoplasmic criticalium كتير. ميتو كوندريم كتير. محترم. خلاص. لان الليزومز هي دي اللي بتعمل بتاكل السيتو بلازم اللي بيطلع هنقولها كمان شوية في okay? كمان فيها آآ بال اي كروماتيك نيوكلس. بيكون فيها آآ بال اي كروماتيك يعني نيوكلس هذا بيبقى very active. والاي كروماتين بيكون واضح قوي جوة نيوكلس. اوكي? وجوة نيوكلس طالما نيوكلس لونها فاتح يبقى بالتالي النيوكلولس هتبقى prominent هتبقى واضحة قوي جواها. هتبقى شايفة لو بصيت ببرة مع النيوكلس من برة تلاقي في نقطة زارقة كده جوة النيوكلس اللي هي النيوكلولس. طيب نيجي بقى الحاجة مهمة جدا. ما هي وظيفة السيرتويسلس? عندنا فيه اربع حاجات. تعمل 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 اندوكراين سيكريشن. اوكي? بتطلع لي هرمونز واه ايجزوكراين واندوكراين. وكمان بتعمل لي حاجة مهمة اوي بلوت تستس باريور. واخر حاجة فاينة لي بتعمل ايه فاكوسيلوس. طيب ما هو البلوت تستس باريور? متكون من ايه? وايه الوظيفة الاساسية بتاعته? اولا هو فورمد باي طيب احنا ممكن نبص على الرسمة احسن عشان ونرجع تاني نبقى نعيد مع بعض الكلام. لو بصينا هنا كده. دي دي واحدة ايه اه سيرتويسلس اهي الممبرين بتاعها زي ما قلنا فولدت كده من جنب. ودي واحدة تانية. اهي ادي كده ادي جزء اهي من الواحدة التانية اهي كده ماش نمشي كده. خلاص كل دي عبارة عن ده بتاع السيرتويسلس دي. اوكي? وده اللاترال تمام? همشي معك لغاية الاخر اهو لغاية الاخر بتاع السيرتويسلس اللي في الجنب ده. طيب انت ملاحز هنا ايه? ملاحز هنا ان فيه لو بصيت كده هنا. اوكي? هلاقي هنا في ايه? تايد جونكشن. حتة دي كده فيها تايد جونكشن. صح? التايد جونكشن ده خلاص تايد اكلودينج جونكشن هو ده الاساس في البلوت السيس باريان. التو ممبرينز لاترال بوردر باعت السيل دي ولاترال بوردر باعت السيل دي التو ممبرين بتاعهم ما ربوتين مع بعض هنا بتايد جونكشن. طب. التايد جونكشن ده يعمل ايه بقى? يقسم السيمينفرست بيول انتو تو كومبارتمنت. لو اعتبرنا ان احنا مسلا جينا هنا كده. رسمنا خط هنا. بالمنظر ده كده. اوكي؟ يبس السيمينفرست بيول ان اسمت ايه? الى تو كومبارتمنت. الكمبارتمنت ده. تمام؟ الناحية دي كلها كده اسمها ايه? الناحية دي هقول عليها ايه؟ بايزل كومبارتمنت. اوكي? والناحية دي اقول اسمه بايزال كومبارتمنت. والناحية دي هقول عليها أضليومن الكمبورتمت أضليومن يعني لهيه تبقى هنعتبر ان هناك الحتة دي الأفض الفاضي ده هناك ده ايه اليومن طيب يا دكتور البيزيلكمبورتمت فيها ايه والأضليومن الكمبورت فيها ايه البيزيلكمبورتمت فيها سبرماتو جنيا خللي بالك أنا الميمبرين بتاع سرتويسلز من تحت اهو مجوّف كده بالشكل ده كده اهو برضو خلاص او يعني السبرماتو جنيا بتبقى موجودة في الجزء اللى هنا ده الاسبرماتو جونيا. تمام? يبقى احنا قلنا كده رسمنا خط كده قلنا في بازل كومبورتمينت وفي قدل يومنا. طيب. الناحية دي هي يعني سيلز تبقى ميلي بتبقى موجودة هنا كده تحت يعني. تمام? لو جينا بصينا كده ممكن نطلع على على سلايد احسن او رسمة احسن زي دي. اهي. زي دي كده. اوكي? ال 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 هنا ال بازل كومبورتمينت لو جينا رسمنا تاني. اهو. ادي كده في عندي تايد جونكشن. وهي دي الاساس في البلاطسس باريون. هيقسم لي السيمينفرس بيول انتو ايه تو كومبورتمينت. التو كومبورتمينت دولة قلنا ده بازل كومبورتمينت اللي تحت. اولي فوق اسمه ايه? واللي فوق اسمه? اضليومينال كومبورتمينت طيب يا دكتور. البيز ال ايه بقى في سبرماتو جونية في سبرماتو جونية في خلايا صبرها صبرما طب اللي فوق. في ايه؟ في الباقي. في عندي مين? في عندي وسبرماتوكيكاندري و سبرماتيد و سبرم كل ده فوق. يبقى لما اقولك ما هو البلاطسة سبرى. هتقول لي هو معمول باللاترال بوردر طيب إيه بقى اللاترال بوردر دول مسكوا مع بعض بإيه مسكوا مع بعض بالتايد جونكشن طيب فالتايد جونكشن ده السيملي السيمينيفرستيبيول البايزل اللي فيه السبرماتو جونيا بس والقبر اللي هو الأضليومنال اللي فيه مين اللي فيه إيه البائي بقى السيكنري والبرايمري والسبرماتي طيب معنى كده إيه دكتور السبرماتو جونيا اللي هنا دي بتبقى ناحية زي ما قلنا. فبتبقى قريبة من اللي حواليها. في هنا زي ما قلنا كان فيه وكان فيه وكان فيه وبرضو ده كان فيه ايه برضو? برضو كان فيه اكيد فيه مش ده عبارة عن ايه? يبقى هنا دي ايه? دي بتبقى قريبة شوية من اللي حوالين اللي بره بتاع السيمينفرس طيب. مكتوب ايه كمان? زي ما نقرأ مع بعض بقى هيكون فيه اللي هي تحت and not sealed off. عندي قريبة. ومش ممنوعة من الايه لكن الحاجات اللي فوق لا دي بعيدة. دي ممنوع عنها ان في اي حاجة تدخل من الدم من ناحيتها. لكن السبرماتجونية بتبقى not sealed off لنبت وقريبة قوي من البزمنتومبرين. وبالتالي قريبة من الكونكتف تيشو اللي حوالين البزمنتومبرين او اللي حوالين السيمينفرسيبيول. الكونكتف تيشو هنا بسمي ايه? بسكولورايزد انترستيشا تيشو او اللي هو اللوز بسكولار كناكتف تيشو في نفس الاسم. طيب. الادليومينل بيكون في برايمري وساكنري وسبرماتوسايد وسبرماتيد وسبرم. في ممكن حد فيكم كده يقول لي سؤال طب يا دكتور معلش? هي لما السبرماتو بنية معزولة تحت او يعني موجودة تحت. والحاجات اللي فوق معزولة فوق عن فوق يعني في حاجات تحت في خلايا تحت الطايت جونكشن وفي خلايا فوق الطايت جونكشن. طيب هي الخلايا لو جينا كده بصينا على الرسمة دي. هي الخلايا اللي هنا دي كده. سبرماتو جونيا. اعتبر معلش ان السبرماتو جونيا هنا خلينا احسن في الرسمة التانية. اللي هي دي. السبرماتو جونيا دي. لما بتيجي بقى يحصل لها وتبقى وكده. ازاي بتطلع من الطايت جونكشن? ازاي? مش فيه هنا بتعمل ايه? قاله سبحان الله. وقت ما بيحصل لسبرماتو جونيا معينة. تبتدي لسبرماتو جونيا دي. اوكي? تطلع حاجات كده معينة وتفكك بيها تطلع منها وتبتدي تفكك ده. وتعدي. اوكي? وبعدين يقفل تاني 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 يرجع يقفل تاني. فسبحان الله بيكون ربنا سبحانه وتعالى بيديها الكدرة ان هي ايه? تطلع حاجات تفكك مين? تفكك ده وتعدي وتروح السكة قفلة تاني. يروح الطريق يقفل تاني. اوكي? طيب. تفتكروا ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الجونكشن ده? ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الجونكشن? هنكمل بقى بقيت الايه? الفونكشن. طيب ازاي ما قلنا تاني اهو نيولي فورمد برايمري سبيرماتوسايد. تمبرولي دي سيمبل ده ادهيجو ماليكلز بتفكك الماليكل ستالي كلودين جونكشن تعدي. وبعدين ترجع ايه? تقفل تاني. واضي دي فونكشن او بلاتس بارير? هو اسمه بارير? يبقى اكيد ايه? بيحجز حاجات مضرة انها تدخل ناحية او تمام? طيب. ايه بتمنع ايه? يعني بتمنع? طبعا هو بيمنع وبيمنع الحاجات والبكتيريا الحاجات اللي ممكن تكون جاية مع البلاد لان زي ما قلنا حوالين بيكون فيه من برة في ايه كنكتف تيشو بيكون في بلاد فاي حاجة ممكن تدخل ناحية لأ مش اي حاجة ممكن تدخل ناحية والبكتيريا لأ ده في حاجة مهمة جدا اللي بيتكون وهو ده اللي بيمنع طيب هنا في حاجة مهمة بس ناحية لنقلقه. المعنى هنا بمعنى ايه? بيطلع ايه? بيكون بيكون الحكاية ايه بقى? الجرم سيلز والساكنري وكل ده بيتكون وقت فبالتالي الجسم بالنسباله الخلايا دي غريبة هو ما تعرفش عليها قبل كده لان وانت من وانتس وغير لغاية آآ تفضل فترة معاناة جسمك يبتدي يتعرف على يميز يقدر يبقى آآ يقدر يميز بتوين الايه والطبعا والفورين ايه الحاجة اللي انت خطوها في المايكرو والفورين انتجن بقى بيتكون وانت كبير فبالتالي الجسم ما كانش تعرف عليه قبل كده فيبتدي يتعرف على سبير مسيل ده ان هو ايه ريكوكنايز از فورين بادي ان بروفوك ان اوتو اميون ريسبونس يبتدي يطلع ضده انتي باديز اكي بتيجي الانتي باديز دي تمام عشان تعدي تيجي تتعدي انتي باديز لا مش هتعدي خلاص مش هتعدي من يبقى مين اللي بيعمل لأي اوتو انتي باديز ممكن تتكون طيب ممكن واحد يقول يا دكتور طب ما الاسبرم اتكونت والاسبرم هتعدي تخرج ازاي تاني من السيمينيفر السبيول برا عن ناحية الدم ده هي لها مصار بتمشي في داكتس بتمشي في انابيب ومن السيمينيفر السبيول لانبوبة تانية لتالتة لغاية متطلع في اليوريثرا ممكن شوية تحصل ليكيج من السبيرم في السيمينيفر السبيول وهي جوه ممكن يحصل ليكيج تعدي من الباريير طب طب ده ولو الباريير سليم لأ لو الباريير سليم مش هتدير تعدي خالص آآ آآ مش هتنفع تعدي لكن لو الباريير في مشكلة بسبب ايه بسبب بكتيريا بسبب بقى آآ اي حاجة ممكن آآ كل الحاجات اللي ممكن تبوص آآ الباريير فبالتالي ممكن شوية البروتين زي يعني البروتين زي بتاعت اللي بتطلع من السبيرم دي نورمالي كانوت باست باريير بس ممكن بتعدي البرير لو في ايه لو في ايه آآ آآ انفيرومينتل فاكتورز او اي آآ اي آآ انفلاميشن اي حاجة اثرت على البرير واثرت على ايه التكوين بتاعه واثرت على الفونكشن بتاعته فبالتالي ممكن يبتدي شوية سبيرم يعدو يطلعوا بره الجسم يتعرف عليهم على انهم اجسام آآ غريبة يطلع لهم والاوتوانتيبادس تدخل بقى تهاجم. اوكي? طيب ممكن برضو شوية آآ آآ سبيرم في عملية اسمها عملية جرحية اسمها فازوكتومي. اوكي? دي عملية جرحية بتتعامل فازوكتومي آآ في الفاس ديفرنس. فممكن شوية سبيرم يحصل لهم والجسم يتعرف برضو على انهم اجسام غريبة ويطلع لهم اوتوانتيبادس. آآ في معلومة تمان زي ما قلت لك هاكد عليك تاني. في ناس آآ ميل عندهم اوتوانتيبادس هاي ليفل اف دا اوتوانتيبادس للسبيرم. ومع ذلك هم وكل حاجة لان السبيرم مش بتعرف تعدي. الاوتوانتيبادس سوري ما بتعرفش تعدي من البارير. ما بتعرفش تدخل. هي آآ فيه في الدم هاي ليفل بس هي مش عارفة تدخل مين اللحامي ومين اللي عازل الماتيور السبيرم والجرم سلزل المهمة دي مين اللي عازلها بايم بالفنكشن بتاعته وبدي يمنع اي اوتوانتيبادس موجودة. اوكي? امتى بقى يعدي الاوتوانتيبادس وامتى بقى يبتدي تدخل وتهاجم لو البارير تأثر باي مشكلة. لو البارير ايه بس وانس ان البارير سليم ومفوش حاجة حتى لو انت عندك اوتوانتيبادس كتير جدا مش هتقدر برضو تعمل اي حاجة. اوكي? فبالتالي البارير ده مهمة اوي 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 له بيمنع الاوتواميون انفرتلتي طالما هو سليم مفوش حاجة حتى لو البني ادم عنده هاي ليفل من الاوتوانتيبادس. طيب اه احنا شرح ما اللي هي اول واحدة اللي هي بلط السبارير. تاني واحدة هي دي رقم اتنين طيب احنا عارفين الاسبرماتوسايت والاسبرماتيت والاسبرم معزولين فوق في الادليومنال ايه موجودين في الادليومنال كومبورتمين فوق الجونكشن يعني فوق التايت جونكشن معزولين عن اللوز باسكولرتيشو اللي برا صح? فبالتالي معزولين عن البلازما بروتين والنيوترنز كل ده موجود برا وهم مش قادرين لانه هما فوق الجنكشن. اوكي? فوق البريير. طيب بتعتمد على مين بقى الخلادي? بتعتمد على هي اللي تجيب لها بقى الغيزة. بالذات العشان ده مهم جدا. اللي هو ترانسفيرن حديد. فبتجبه لها من البلد وتنقله لها. فهي بتعمل لها ايه? بتعمل بص الجملة دي. هي بتحميها من الحاجات اللي ممكن تيجي مع البلد. وفي نفس الوقت بتاخد البلازما فاكتورز او البلازما بروتينز الموجودة. بتاخدها اللي هو مهمة جدا للجراس والديفرنشيشن بتاع الايه? كمان زي ما قلت لك ان دي بتتنق بتسند عليها وهي طلعة. وهي بيحصلها تعمل لها ايه بتخليها تتحرك على الجسم بتاعها بتساعدها في الحركة بتاعتها وهي عن طريق ان فيها ايه اللي فيها التجويف اللغاية ما توصل فين في اليوم. بتطلع لي فلاود ووتر اوكي اسمه استيكلر فلاود. الفلاود ده كأنه زي الشلالات كده ياخد السبيرمين ينقلو معي يعني يطلع بيه يساعد في الحركة بتاعته عشان يطلع بيه اوتسايد اوف دا سيمينفرست بيولي يعني. بتطلع حاجة مهمة جدا اندرجن بايندك بروتين تمام? وده اسمه بروتين عشان كده كان فيها باليم كان عندها ايه? محترمة. اوكي? فالاندرجن بايندك بروتين ده بيعمل ايه بقى البروتين ده? باينز تسسيرون بيمسك في هرمون التسسيرون اوكي? ويركزه يخليه كونسنتريتد قوي. يركز الهرمون ده عشان الهرمون ده مهم جدا لعماية الاسبرماتو جنسيز لتكوين الاسبرم. فيركزه قوي جوه اليوم بتاع السيمينفرستبيول. يمسك فيه ويخليه مركز جوه الايه? التجويف بتاع السيمينفرستبيول. انهي بين هرمون انهي بين هرمون ده لما بيطلع بيمنع ال FSH يعني ده يزيد ده يقل ده يقل ده يقل ده يزيد. اوكي? وبالتالي يعني ما خليش تحصل بدري. ويحصل لانه غلط ان يحصل قبل السن المفروض يحصل فيه. اوكي? طيب. في عندي بقى حاجة تانية اسمها انتروستيش يلتيشو. انتروستيش يلتيشو دي. ده الاسبيسز ادي عندي فيه ادي سيمينفرستبيول اهي. وادي سيمينفرستبيول تانية. وادي واحدة تالتة اهي. اوكي? الاسبيسز اللي بينهم خلاص بيكون فيه قلنا فيه وفيه وفيه حاجة تانية بقى اه مهمة او حاكتين مهمين قوي. طبعا لازم يكون فيه لانه دي ففيه وفيه خلايا مهمة جدا اسمها 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 ايه? اللي هي الخلايا المدورة السهم مشاور عليها دي. اوكي? اللي هما دولت. المدورين دولت. تمام الاسهم كتير مشاورة عليها. طيب هي عبارة عن ايه انتراستيشل سلز او اسمها اسمها انتراستيشل سلز لانها موجودة في الانتراستيشل كناكتيف تيشل. باللايت مايكروسكوب هي وفيها راوند وفيها راوند فزيكلر نيكلس. نيكلس تعتفاتها فيري اكتيف سلز. الوحيدة اللي فيها اسيدوفيليك سايتو بلازم. الوحيدة اللي فيها اسيدوفيليك سايتو بلازم. اوكي? اللي باقي كله اي خلايا نذكرتها هنا كان دايما بيزوفيليك. لبا ما قولك مين الخلايا اللي فيها السيتو فيلك سيتو بلازم هتقول لي ايه السيرت كمان الخلايا دي بتصنع تيستيرون الوظيفة الاساسية بتاعتها انها بتصنع لي تيستيرون دي فبالتالي لازم يكون في السيتو بلازم بتاعها بتبقى لو بصت كده هتلاقي ان الخلايا هتلاقيها فيها كده آآ آآ زي آآ فاكيول صغيرة قوي فتحة دي عشان فيها ايه بيكون فيها لابد دروبلتس لان اللابدس والكوليستيرول مهم جدا في تصنيع في عملية تصنيع الاستيرويد هرمون بالاي ام زي ما قلتلك دي بتصنع استيرويد هرمون فبالتالي لازم يكون فيها سموس انتو بلازم كريتيكلن دي الحاجة فيها طبعا اورجانيل باقية تانية بس الحاجات المهمة قوي في الاورجانيل اس اي ار وايه كمان طبعا نيومرس مايتوكول الفونكشن بتاعتها بتطلع عليه تستيرون هرمون وده اللي مسؤول عن من غيره ميكونش في آآ موضوع اسبرم ما تتصنعش ما تتخلقش. سبرماتوجينس ما تحصلش. وكمان طبعا ديفولب منت او داي ساكندري ميل كاربترز. السبور موجود في الميتو كونريا وكمان في الاستيرويد زي بالزبط في السبورينا الجلاند كد برضه بتصنع السيرويد هرمونز. فتلاقي عندها انزيمز معينة كده موجودة في ويكون عندها كمان ايه مور او ماتش مور ايه مايتو كونجي. اوكي يعني اللي بيشغل وها بتتأثر بايه? بتطلع لي الاندرجن بايندنج بروتين والانهبين مين اللي بيخليها تشتغل الاف اس اتش. طيب. كمان او الانترتيشل سلس او بتتأثر قوي بالل اتش اللي هو الهرمون. تمام? او بنسميه كمان بسمي ايه كمان? او ده اللي بيقصر قوي على ال اه اللي خليها تطلع لي ايه? تفرز لي ده السيستيرون. فاي او اي مشكلة في الهرمونز دي اكيد بيحصل ايه مشكلة في متاعة السيستيرون. طيب فيه بقي اول حاجة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ايه الزيس تيرون ده بيستيميليت سبرماتوجنسيز الزيس تيرون ده تستيميليت سبرماتوجنسيز زي دي بقى الهرمونز اللي بتأثر والFSH هو طبعا بيستيميليت سيرتريس لسيكريت إي أنريم بايندين بورتين فيتامين زي الفيتامين إي ده برضو بيأثر على على الفكرة بيقولوا إن ناقص فيتامين إي بيأثر على البارير بلوتسيس بارير كل ده برضو مهم جدا طبعا لو فيه مثلا أي او أي دكتورز بيشتغلوا في المراكز الأشعة والحاجات دي كل ده بيأثر بيبقى لي نسبة تأثير الانهيبين هرمون المالنيوتريشن اللي تتغذية كل ده بيينهيبت كل ده بيأثر على الإي سبرماتوجنسيز احنا كده خلصنا الحمد لله الجزء ده وجود لك وربنا معيك إن شاء الله شكرا لكي تنسرموا عليك ونحتوى لك شكرا لك